طيب عايز قبل ما اقولي السيناريو الافضل بالنسبة لك في المواجهة اللي جاية عايزك تقرالي فرقة مازينبي ازاي شفت الفريق وانا امكن يعني حتى في تحتياتنا لفرقة مازينبي قبل المطش الاسبوع اللي فات وفرقتنا العناصر الفريق قلنا انا مش هو مازينبي اللي كان وحش من الحشق هم بيقبلوا فرقة جديدة لكن في النهاية برضو انا شفت فريق عنده شخصية عنده رغبة قدر يوصل قدر يهدد جولة اولى خرج من ملعبه بالنتيجة مش في مصلحته قوي ولو ان انت لما تيجي بصرها من وجهة نظر تانية تلاقي انه التعادل الايجابي او الفوز الناتج تيمي يصبه في مصلحة مازينبي في حين انه الاهلي فرص هو تحقيق الفوز بس ازاي شفت او قريت الفريق وطريقة لعبه وعناصر الخطورة فيه والتوقعك ورهانك على السيناريو اللي ممكن يكون جاي بيه القاهرة يقابل بيه الاهلي في ملعبه لا هو كتيم زي ما بيقولك هم بيقولوا انه هم في مرحلة تكوين فريق هو يرجع ينافس ساني يرجع تاني عندهم طموح وعندهم رغبة انه هم يرجعوا بسرعة هم تيم بيلعبوا كرة كويسة لكن الملعب بيفيدهم كتير جدا الملعب بيفيدهم جدا هو الطبيعي انك لما تعود تلعب على انجيل صناعي خلاص تعودت انا اقولك وانا احكي لك انا فاهم طبعا وتلعب على انجيل طبيعي مش دايق يحسن من مستوىك يعني بالنسبة لعبي الكورة لا لا هو 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 مش هو مستوى يبه هو مستوى هو هو لكن في حاجة عشرة القصة دي كنتم مدرب في الانتاج الحربي سنة 2009-2010 كنا اول سنة سعود الدور الممتاز كان اول ملعب استاد نجيل الصناعي في مصر ملعب الانتاج الحربي كان استاد روعة استاد الانتاج الحربي اللي هو دلوقتي نجيل طبيعي تمام بس اول ما اتعامل اتعامل نجيل الصناعي عايز اقولك ان في مصر ما كانش في حاجة اسمها نجيل الصناعي خلاص كنا بنغرق الملعب شوية موية كده ونيجي نتفرج على الفرقة اللي بتلعبنا جات لعبنا وهم بتسخن اللعبة مش عارف توقف الكرة يعني مثلا اللعيب اللي هو بيسخن بيبدأ اول 30 ديئة مش هو خالص سرعة الكرة مختلفة بيقومة لما يتعاود بيكون احنا مخلصين المتش سينس الكرة في حتة تانية احنا بكونوا مخلصين المتش لكن التعاود على ملعب خلاص انا نتعاود الخصم الخصم لكن لما تتعاود تبقى اللي بتلعب على ملعب نجيل صناعي نص ماتشاط الموسم تطلع تعب على انجيل طبيعي ده يعلي منك ولا ممكن يعلي مني يعلي مني مش تختلف بس ممكن برضو سرعة الكرة تختلف معا شوية لان انا برضو متعود على الكرة السريعة الكرة بتجري بسرعة الناس كتير لحظت كمان انه مبارح كان فيه ميسباس كتير جدا وكان فيه عدم قدرة انك انت تعمل الكنترول على الكرة بسهولة انا عارف انت عارف انا لسه جاي من ليبيا كنت بشتغل في الدور الليبي الملعب اللي بيه كلها نجيل صناعي كلها نجيل صناعي صعبة جدا حاجة صعبة جدا موضوع بالنسبة للعب مهلكة جدا ايب انك انت تتمرن طول السنة على ملعب نجيل صناعي ده مدر جدا للعب كرة القدم فهو هيجي على هنا لا بالنسبة له بسود القاهرة متعة ايب كما ارضية ملعب هم من الناس شكلهم من الناس اللي بتلعب كرة ففرقة هتتعبنة لكن الرغبة هنا بقى وشخصية الناد الاهلي على ملعبك وطموحك ان ان شاء الله بإذن الله المكسب يوسلك المباراة النهائية ان شاء الله يعني هنا تختلف الدوافع هم عندهم دوافع وانت عندك دوافع مين بله بجاهز في المباراة دي اتمنى ان شاء الله تكون عدد كبير جدا من لعبتنا في فرميتها في اليوم ده اختيار طبعا الجهاز الفني اللي لعبها يكون اختيار طبعا برضو المدير الفني برضو زي لعب الكرة زي الحكم بيبأ موفق او مش موفق في بعض الاختيارات توارد جدا انا ببقى عمل كمدير الفني عندي عمل سيناريو معين الناس مش اللي بتتفرج مش فهم السيناريو انا بفكر فيه فبلعب حد معين يطلع شكل وحش او يبقى وحش في المباراة فالناس اللي بدولك بس هو لعب مين طب اللعب ده لو كان انا اخترته وكان كويس طبعا تشكره في الاختيار طبعا صح مظبوط والعكس الصحيح اتمنى التوفير للعيبة عشان لما يقولني معظم اللعيبة اكتر لعيبة موفقة يبقى اللعيبة كلها اليوم ده يبقى يومنا ونقدم مبرك ويسا ان شاء الله واتمنى طبعا في وجود بعض الاختيارات اتمنى كأنا كأحمد نفسي مثلا بيرس تاوي يكون موجود من بداية من المباراة نفسي كهرباء يكون بدأة من المباراة كهرباء بيرس تاوي على حساب ريدا سليم يعني هتغير في الاسماء ولا هتغير كمان في البوزيشن لا نفس البوزيشن اه يعني بيرس تاوي اشتغل الجنب اليمين احمد عبدالقادر كهرباء مهاجم نفسي في نص المعب ما تبتديش بوسام لا انا كهرباء عشان كهرباء وسام لعب عمل مجهود كبير جدا المباراة دي والمباراة اللي قبلنا دي زمالك ها فلعب لعب ماتشين تقال خمس تيام كهرباء ملعبش فنشاط كهرباء بأكتر هاخد دوافع كهرباء أكتر كهرباء من اللعباء اللي ده ده در ممكن تستفد كمدرد تستفد واخد شحنة كاملة فمستني الزبط كده فانا عايز عايز ألعب عشان أهدف فهتاخد منه حكوائس نص ملعب محاير بالنسبة لك اه طبعا متهالي يا رب ان شاء الله كوكا بالنسبة لي مهم جدا يا رب ان شاء الله تكون جاهز بإذن الله بإذن الله إن شاء الله ودلوقتي خلاص لو أكرم أكرم تلعب بتلاتة برضو لا لازم تلعب بنفس الطريقة خلاص أكرم بإذن الله وخاطة الدر طبعا معلوله وهاني ومحمد عم منعم ورامي يعني الله يكون فعوله بصراحة استهلكوا بس يعني إن شاء الله كده اللعبة تجهز ونبدأ نريحهم شوية شوية لو بتلعب إنك إنت تأمن وأعتقد إنه السيناريو الأسهل والأفضل اللي أنت هتراهينا عليه إنك إنت تسجل الأول لازم طبعا يعني فكرة أنك إنت أنا محتاج محتاج شوت الأولاني يعني يا رب إن شاء الله تكون النتيجة تنصف طبعا أتنين هي بداية حد الأمان يعني أتنين بداية حد الأمان لأن الفرقة دي ما تأمنش في الكورة السابتة كمان عندهم أطوال يا رب بطلعوا كويس هما ما عندهمش الهداف بس وارد جدا إن هما ما كانتش يومهم ده وفيه توفيه يحصل في موراه فوارد جدا لكن هما وصلوا جاز التوفيه كان معنا مصطفى الشوبير في بعض الكورة يعني في واحدة من الكورة ده فيه درب الجزاء شاطها في صدر آه فيه واحدة درب الجزاء يعني الرجل واحده وجوه السندوق وارد جدا يعملها كده مصطفى يعني كده تخش وارد جدا التوفيق وما تقدرش تطلب مصطفى ده خالص فالناس كتبت يعني على الإنقاذ على الكورة دي تحديدا إنقاذ أسطوري لمصطفى الشوبير طبعا طبعا ده عدى كده زي زي بقوله زي السكينة في الجاتو بقى قدام تتكلف موضوع التصوير ده بصراح حاجة حاجة سيئة احنا متفرجناش على المباراة اي احنا متفرجناش على المباراة طبعا علقنا على ده طول المباراة مالا بص هي كورة فين صحيح